وإلى موضع آخر يستحضر التاريخ بالنوية المتضاربة وآنية التفكير المبرمج زمنيا ومكانيا رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم هايف لمطيري أكد أن سلطات بلاده ستسمح بدخول 200 مشجع عراقيا فقط لحضور مباراة المنتخبين المقبلة في تصفيات كأس العالم وإلى المنتظر أن يلتقي المنتخب العراقي في العاشر من الشهر المقبل مع نظره الكويتي في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لنهاية كأس العالم لعام 2026 الأمر الذي أثار استغرابا كبيرا في محافظات العراق بدءا من البصرة وكان العراق قد سمح للجمهور الكويتي بدعم منتخب بلاده والدخول للعراق من دون تأشيرة دخوله لحضور منافسات خليج 25 الأخيرة مثلما خص أهل البصرة استقبالا كبيرا للجمهور الكويتي والخليجية وأكد العديد من الإعلاميين الخليجيين والعرب ومشجعين حضروا منافسات البطولة أن أصحاب الفنادق والمطاعم وسيارات الأجرة لم يتقادوا منهم أي أجور كما لم تقيد السلطات العراقية الجماهير الخليجية بأعداد محددة لدخول العراق وحضور المباريات لتغرد الكويت مجددا خارج سرب العقلاء والعيش في عقد الماضي التليد مثل ما يقول الرياضيون والمشجعون العراقيون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر